بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم مراجعة التربية الوطنية ليلة الامتحان إن شاء الله هيبقى عندنا حلقتين عشان حضرتك تتابع كويس هناخد في كل حلقة موضوعين وكرنا على الله حضرتك اتعودنا طول السنة إن معاك ألم ورقة وبتبدأ معايا وبنتوكل على الله طبعا مع حضرتك النهاردة مستر محمد طه شلبي موجه بالتربية والتعليم النهاردة هناخد إيه؟ النهاردة هناخد القانون والدستور الموضوع الأول وهناخد كمان الموضوع التاني الديمقراطية يلا بينا حضرتك إيه المطلوب مني؟ إني أحققه لك في آخر حلقة مطلوب مني؟ في نهاية الحلقة أن حضرتك تبقى قادر على إنك تحلل مفهوم الأخلاق والقانون والدستور أن حضرتك تقدر تميز ما بين طرق تعديل الدستور تقدر تستنتج أهمية الدستور والقانون تقدر تحدد أهم خصائص الديمقراطية تقدر تستخلص أهم مقومات الديمقراطية تقدر تناقش أهم تحديات تحقيق الديمقراطية يلا بينا حضرتك نبدأ في الفصل الأول القانون والدستور طبعا أول حاجة إحنا عايزين نفرق ما بين الأخلاق والقانون طب إيه هي الأخلاق؟ طبعا حضرتك زي أي حد عارف إن الأخلاق مسل عليا إن الأخلاق قيم إيجابية مسل عليا نقدرها حق تقدرها مسل عليا نسعى إلى تحقيقها هي خيرا على الإطلاق أهدافا سابتة لحياتنا إحنا من خلالها بنقدر نوصل للعدل والحرية والمساواة ثاني حضرتك إيه هي الأخلاق؟ مسل نقدرها حق قدرها نسعى إلى تحقيقها بوصفها خيرا أهداف سابتة لحياتنا خلاص طيب يا مستر فيه تعريب كمان؟ آه مجموعة قيم جالبة للخير وطاردة للشر أقول للحضرتك حاجة الأخلاق هي ميزة ميزة بها الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من الكائنات الحية الأخرى هي مبادئ تحرك الإنسان وتدفعه دفعا نحو الخير موسو العليا قيم خيرة قيم جالبة للخير قيم طاردة للشر قيم تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات تدفعك دفعا نحو الخير دعت إليها جميع الأديان السماوية الإحسان إلى الفقراء نساء التسامح العدل الحرية المساواة طبعا بتحرم عليك القتل بتحرم عليك السرقة بتحرم عليك كل الموبقات التي رفضتها جميع الأديان هل الأخلاق مكتوبة؟ طبعا الأخلاق جوانا حاجة ربينا وجبلنا عليها لكن طبعا القانون هيبقى مكتوب ليه حضرتك؟ لأنه قواعد بيحطها البشر قواعد وأحكام عامة تنطبق على الجميع مجردة يعني إيه مجردة؟ يعني بعيدة عن المشاعر والأحاسيس بعيدة عن القرابة والصحوبية بعيدة عن أنه ده ابني وده بنتي لا ومكتوبة قعد مجموعة من الحقوقيين قعدوا كتبوها واتفقوا عليها وطرحوها للاستفتاء واتحطط علينا بتنظم سلوكنا في المجتمع ملزمة كلنا بنلتزم به عامة للجميع لا فرق فيها بين أحد وأحد ومقترنة بجزاء لمن يخالف أنت مجبر أن تفعلها وإن لم تفعلها سوف تخالف عليها سوف تعاقب عليها تمام؟ قواعد تحدد حدود العلاقات بين الناس قواعد ليه؟ ليه ما قلناش عليها مسل؟ لا المسل معايير أما القانون قواعد المسل جوانا رسخة جوانا حاجة جايبينها من أدياننا من الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي حاجة حضرتك أنت اتربيت عليه أما القانون فلا ده أنا هقعد وهحط لجنة وضع القوانين في مجلس الشعب بتحط لي مجموعة من القواعد المجردة المكتوبة اللي أنا هبقى نحطوطها في الدستور أنا همشي عليها تحدد علاقتنا ببعض تحدد حقوق الناس واجبات الناس قواعد يتم إنشاءها وتطبقها في المؤسسات الاجتماعية والحكومية وغيرها ده الفرد بين الإخلاق والقانون إن الإخلاق ما لها؟ موسو العلياء معايير قواعد مكتوبة في صدرنا مش مكتوبة في وراء قواعد نبحث عنها نصل إليها طب ما للقانون؟ لا القانون مجموعة قواعد وأحكام تكتبت اتحطت في كتاب إحنا مجبرين نعملها أما الأخلاق لا إحنا بنعملها بأخلاق نحنا تمام حضرتك؟ تمام حضرتك؟ طيب نشأت القانون وتطوره والسياسيين القانون مرتبط بالحضارات ارتباطاً وثيقاً جد خاصة إيه؟ الحضارة المصرية القديمة ليه عم؟ لأن الحضارة المصرية القديمة هي أم القوانين وضعت قانون معت خلاص اللي بيضم 42 مادة جوهروا إيه؟ الفضيلة احترام التقاليد المساوال اجتماعية يعني أول من عرف القانون الحضارة المصرية القديمة عندما وضعوا قانون معت واللي بيضم 42 مادة جوهروا الفضيلة ايه بقى جوهروا؟ كانت الفضيلة تدعو إلى احترام التقاليد والمساوال اجتماعية غيره 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 من القوانين كان يحتويه قانون معت والوسائق التاريخية أكدت على أن الملوك نفسهم في تلك الحقبة كانوا بيحترموا قانون معت وكانت سلطتهم مقيدة بهذا القانون تبوا بعد ايه؟ هل سكتنا على كده؟ قال لك لا ثم ظهرت قوانين حمرابي في الحضارة البابلية القديمة اللي وضعوا ايه؟ اللي وضعوا قانون حمرابي مجموعة من القوانين والتشريعات مجموعة من القوانين والتشريعات الشملة لكافة مجالات الحياة يعني كانت فين قوانين حمرابي ديك؟ كانت في القضاء، في الشهود، في النهب، في الجيش، في الحقول، في البساتين، في البيوت يبقى كانت فين؟ في القضاء، في الشهود، في النهب والسلب، في الجيش، في الحقول والبساتين، في البيوت، في غيرها من القوانين التي كانت تنظم كل مجالات الحياة يبقى كيف نشأ القانون نشأ وتطور وترعرع في ظل الحضارات في ظل التاريخ وطبعا في حاجات كتير تمام بس طبعا احنا مرتبطين بمنهج حضرتك انه ظهر اول ما ظهر في الحضارة المصرية القديمة فقد قام المصريون القدماء بوضع قانون معه قلنا هو قانون جوهر الفضيل يدعو الى كل الفضائر الملوك بتحترمه سلطتهم مقيدة بالقانون ثم ظهرت الحضارة المابرية القديمة وجي الملك حمورة بوضع مجموعة من القوانين والتشريعات تنظم جميع مجالات الحياة في كل شيء واي شيء طب وبعد ايه لأ انا عايز اعرف انا باخد ايه النهاردة حضرتك بتاخد تربية وطنية عشان لسه داخل معاني صف الثالث السانوي الحلقة الاولى قلنا حضرتك اول حاجة بتاخدها القانون والدستور اول درسة عندك الاخلاق والقانون ايه الفرق؟ ان الاخلاق موس العليا ومجموعة من المعايير التي نقدرها ونسعى الى تحقيقها وهي تسعى الى الخير وتدفعنا دفعا الى فعل الخيرات وترك الشرور بتحرم علينا الحاجات الوحشة بس من ايه؟ من داخلنا اما للقانون لا القانون مجموعة احكام مجموعة قواعد قاعدوا ناس كتبوها احنا اتفقنا عليها بقت ملزمة بالنسبة لنا وعامة واللي ما يعملهاش يعاقب بالقانون طيب وبعدين قلنا هل القانون نشأ كده؟ لا ده نشأ في ظل ورعاية الحضارات بداية من الحضارة المصرية القديمة والى الان فالمصريين اشتغلوا هم وملكهم وكل اللي كان موجود في العصر ده بقانون معت اللي كان موجود وبيدعو دائما الى احترام الفضائل والبعد عن الرزائل مرورا بالحضارة البابلية القديمة وقوانين حمراء اللي كانت داخلة في كل حياته ومنظمة كل حياته تابوا بعد ايه؟ عايزين نعرف خصائص القانون ايه؟ هاد اول خاصية من خصائص القانون انها او ان جميع القوانين عامة يعني ايه عام؟ يعني تطبق على جميع الاشخاص ولا تطبق على شخص بعينه لا استثناءات طب مجرده اي مجرده من كل العواطف والمشاع فاللص لا يخدعنا ببكاؤه عندما يبكي لا يخدعنا هناك قانون يحكم على السلوك الظاهر اهو يحكم على السلوك الظاهر ازاي؟ قالك يا سيدي تاني خصية من خصائص القانون تنظيم سلوك الافراد في المجتمع يعني ايه؟ يعني القانون يحكم على سلوكنا الخارجي الظاهر تمام؟ يعني تحكم على المظهر الخارج حضرتك كصرت اشارة المرور هنحكم على حضرتك انا مليش دعوة بنيتك انت كنت بتكسر اشارة المرور عشان تلحق ظرف ما طارق لا انا مليش دعوة بالكلام ده انا بدور على سلوكك الخارجي وانا بكسرت القانون يبقى واحد عامة مجرده تنظم سلوك الافراد الخارجي تبقى ايه كمان؟ ملزمة ومقترنة بالجزاء يعني ايه مش فاه يعني يقتضي الزام المواطن بالقوانين والتقيد باحكمها حضرتك لازم تحترم اشارة المرور لازم تحط حزام الامان وانت راكب الموتسيكل لازم تحط على دماغك الخوزة حضرتك احنا ملناش دعوة احنا لو لا انا غير كده هنعقبك يبقى هي تقتضي الزام المواطن بالقوانين والتقيد باحكمها ثم يأتي مين؟ الجزاء وهو الاصر الرادع الذي توقع السلطة العامة على كل من يخالف القانون يبقى ملزمة ولها جزاء تمام؟ طب الخاصية اللي بعد كده ايه؟ قال لك كفاية عليك كده هي عامة ومجردة وتنظم سلوك الافراد وملزمة ومقتلنة بالجزاء تمام؟ احنا بنلتزم بمنهجك طب ايه حضرتك مصادر القانون؟ يعني أنا بجيب القانون من ايه؟ أكيد أكيد بجيبه من التشريع أجموعة من الناس بتقعد تحط القوانين وبجيبه من العرف اللي هو الناس في المجتمع ده اعتادوا على حاجة فاعتيادهم ده أصبح قعدة وكمان بستعين بالشرائع الإسلامية وكمان بستعين بمبادئ القانون الطبيعي هتيجي نشوف كده أول حاجة ايه؟ التشريع اللي هو ايه التشريع ده؟ مجموعة من القواعد العامة المجردة اللي بنحطها وبنكتبها بواسطة السلطة المختصة يعني أنا مش بجيب أي حد يحط لي ايه؟ قوانين عندي سلطة مختصة بتحطيلي القواعد والقوانين يبقى حضرتك بتجيب قوانينك منين؟ من السلطة المختصة من التشريع يعني ايه؟ قواعد قانونية تصدر عن السلطة المختصة وتكون وصيقة مكتوبة ايش فاة؟ حضرتك كل مجتمع بيضع مجلس تشريعي المجلس التشريعي ده بيبقى مختص بتشريع القوانين فيحطيلي مجموعة قواعد عامة ومجردها وملزمة خلاص؟ والدولة تطلعها وتبيح وتحذر وتمنع وتدفعك إلى الخير وتمنعك من الشر وهكذا ثم تضع لك جزاء في نهاية الأمر يبقى التشريع وهو مجموعة القواعد القانونية اللي مكتوبة في وصيقة ما بواسطة السلطة المختصة أو المجلس التشريعي اللي بيحط القوانين دهية ويتيح ويحذر وينظم حقوق حضرتك تبتني حاجة إيه؟ العرفة إن الناس بلدنا تعارفت أو اعتادت على إنها تعمل سلوك معين في أحد نواحي الحياة ثم أصبح هذا الاعتياد قاعدة عما نمش عليه فبيبقى أنا بجيب بالتشريع اللي هو المجلس التشريعي بيحط لي قوانين وبجيب منه العرف اللي اتعاد على الناس طب وإيه كمان؟ وبجيب من مبادئ الشريع الإسلامي إيه هي مبادئ الشريع الإسلامي؟ هي مجموعة من المبادئ العامة اللي اتفقت عليها جميع المذاهب الفقهية أنا عندي مذاهب فقهية أبو حنيفة وابن حنبل وغيره طيب حضرتك دول بيتفقوا على مجموعة من المبادئ العامة اللي هامشي عليه طب المبادئ العامة دي بيجيبوها بإيه؟ بالقياس والإجماع والسنة طب وبعد إيه؟ وتفرد على جميع المواطنين في الدولة دي سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين لأنهم كلهم أمام القانون مواطن طيب أنا عندي إيه؟ إيه التشريع؟ وعندي إيه العرف؟ وعندي إيه مبادئ الشريع الإسلامي؟ طب التشريع ده مين اللي بيحطه؟ السلطة العامة أو السلطة المختصة أو المجلس التشريعي بتحطيلي مجموعة من القواعد القانونية وتحطها لي في وثيقة وتدهاني أشتغل عليها طب مال العرف ده إيه؟ ده عادات الناس اللي بقت قعدة عامة طب وإيه كمان؟ يعني إذن العرف ده من وضع الضمير الجمعي أو العقل الجمعي أما المبادئ الشريع الإسلامية ده إيه؟ في مجموعة من المبادئ العامة اللي قامت عليها الشريع الإسلامي المسواوي العدالة طيب لازم يكون اتفق عليها جميع المزاهب الفقهية الإسلامية وتتطبق على جميع المواطنين في الدولة دي سواء مسلمين أو مسيحيين طب وإيه كمان؟ ومبادئ القانون الطبيعي إيه مبادئ القانون الطبيعي دي؟ مجموعة قواعد سابتة موجودة في كل زمن ومكان مش فاه هقول لحضرتك يعني مثلا من ضمن مبادئ القانون الطبيعي سيادة القانون عدم رجعية القرارات الإدارية المسواة أمام المرافق العام المسواة أمام التكاليف الحق في التقادي وغيره من المبادئ السابتة اللي ما بتتغيرش لا زمان ولا مكان ولا محتاجة هيئة تحطها لي ولا سلطة عامة ولا سلطة مختص يبقى لآخر مرة بنقول لحضرتك ما هي مصادر القانون؟ واحد التشريع اتنين العرب ثلاثة مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتفق عليها جميع المزاد أربعة مبادئ القانون العام أو القانون الطبيعي مبادئ القانون الطبيعي زي سيادة القانون وعدم رجعية القرارات الإدارية طيب تعالى نعرف إيه فروع القانون والله أنا عندي فروع القانون قانون عام وقانون خاص طيب إيه القانون العام؟ والله يا سيد القانون العام ده مجموعة من القواعد القانونية اللي بتنظم العلاقات اللي الدولة بتكون طرف فيها باعتبرها صاحبة السلطة العامة لا لا تاني بالراحة مش فاه حاضر الفرق بين القانون العام والقانون الخاص إن أنا مثلا بيني وبين الدولة مشكلة فإحنا بنتعامل مع الدولة على إنها صاحبة السلطة العامة إنما القانون الخاص أنا بتعامل مع الدولة مش على إنها صاحبة السلطة ولا حاجة يا مواطن عادي زي ثاني إيه القانون العام؟ مجموعة قواعد قانونية بتنظم علاقة الدولة بالفرد لكن الدولة هنا طرفاً نعتبره صاحب السلطة العامة زي القانون الدستوري يعني بين الدولة والأفراد أو بين الدولة والمنظمات العالمية أو جميع العلاقات اللي بتتم مع المجتمع الدولي بس الدولة هنا إيه؟ بتتعامل على إنها صاحبة السلطان والسيادة إنما حضرتك القانون الخاص قواعد تنظم علاقة بين الأفراد وبين الدولة ولكن الدولة هنا ليست صاحبة الإيه؟ السيادة أنا بعملها كواحد عادي خصم لي زي القانون المدني والقانون الجوي والقانون البحري والقانون التجاري وقانون العمل وقانون الأسرة فاهم حضرتك؟ نقول تاني إيه يا عم فروع القانون؟ حكتين قانون عم وقانون خاص أفرق بينهم إزاي؟ الدولة صاحبة السلطة وهي طرف في القضية وإنت قدامك كفرد أو كدولة أخرى أو أي حاجة هنا الدولة صاحبة السيادة العلي ونبدأ نحكم بينكم على هذا الأساس أما القانون الخاص الدولة تكون بينك وبين الدولة أو الدولة أو الأفراد وبعضهم بس تكون لك أفراد الدولة ليست صاحبة السيادة هنا في القانون الخاص يبقى ده حضرتك هيفيدك في الاختيارات لو أنت في قضية بينك وبين الدولة بس تذكر لك أن الدولة صاحبة السلطة العليا يبقى القانون العام صاحبة السيادة يبقى القانون العام لكن بين الأفراد وبين بعضهم أو بين الأفراد وبين الدولة ليست كصاحبة السيادة العامة يبقى أنا بتكلم على القانون الخاص ننتقل إلى موضوع أخر العلاقة بين قواعد القانون ومبادئ الأخلاء وتعالم الدين يعني يا سيدي بنقولك بالبلد هو قواعد القانون جاي منين الله يا عمنا قواعد القانون جاي من الأخلاء وجاي من الدين طب مش فاهم حاض هي قواعد القانون ايه قواعدها؟ ايه قواعد القانون؟ واحد لا ترتبط بالنواية ترتهتم بعلاقة الإنسان بغيره خلاص؟ لها غاية نفعية اللي هي ايه؟ حفظ الأمن والنظام ملزمة مقترنة بالجزاء المادي تاني حضرتك بيقولك أن معظم قواعد القانون جاي في الأصل من الأخلاء وتبين وبعد كده بقت قواعد قانون؟ طيب حضرتك قواعد القانون دي واحد لا ترتبط بالنواية يعني أنا لما بغي أشتغل معك في القانون أنا مليش دعوه بنيتك أنا ليه دعوه بالسلوك الظهر اللي قدام طب ايه كمان؟ تهتم بعلاقة الإنسان بغيره من أفراد المجتمع ثلاثة لها غاية نفعية ايه؟ أنا بعمل قواعد القانون ليه؟ لها غاية نفعية ايه؟ حفظ الأمن واحد والنظام حفظ الأمن والنظام طب ايه كمان؟ خاصية الرابع ملزمة يعني تحمل الأفراد على الالتزام به طب بعد كده خمسة مقترنة بالجزاء المادي مقترنة بالجزاء المادي يبقى أنا لما أجيب لك سؤال إن أنا في القانون مليش دعوه لا بالنواية وعايز أحفظ أمني ونظامي وإني بلزم الأفراد على الالتزام بها وعمل لها جزاء في الآخر يبقى أنا باتكلم على قواعد القانون طيب قواعد القانون جات منين؟ من مبادئ الأخلاق وتعاليم الدين طب أنا عايز أعرف ايه مبادئ الأخلاق؟ أولا تهتم بالنواية ثانيا تنظم العلاقات بين الفرد ونفسه تنظم العلاقات بين الفرد ونفسه وبينه وبين الآخرين لها غاية مثالية ايه؟ الارتقاء بالإنسان طب وجزاءها جزاء معنوي ثاني خضرتك أسم الكلام اللي قدامك هو بالألم والورقة إيه مبادئ الأخلاق عمنا؟ تهتم بالنواية والمقاصر تنظم العلاقات بين الفرد تنظم العلاقات الفرد بنفسه تنظم العلاقات بين الفرد ونفسه وعلاقته بغيره كمان ولها غاية مثالية هي الارتقاء بالإنسان وتقتصر على الجزاء المعنوي تأني بالضمير كلمة بيخة استهجانك طب المال تعليم الدين دي ايه؟ قال لك يا سيدي واحد تسمو بالإنسان إلى الكمال والرفعة الدين عايزك تبقى فوق وبالتالي تجتمل على واجبات الفرد نحو غيره وواجبات الفرد نحو خالقه طب والجزاء الجزاء عقاب الإنسان في الدنيا والأخ كده يا عم خلي بالك هو يجي لك يقول لك جملة الجملة حضرتك إمتى تاخد قواعد القانون أو إمتى تاخد مبادئ الأخلاق أو إمتى تاخد تعليم الدين لو قال لك أنها لا ترتبط بالنواية قواعد القانون لو قال لك أنها عايزة تحفظ الأمن والنظام قواعد القانون لو قال لك أنها ملزمة تحمل الأفراد على الالتزام بها قواعد القانون لو قال لك أن لها جزاء ماد السجن أو الغرامة أو الدافع قواعد القانون لكن لو قال لك جزاءها معنوي مبادئ الأخلاق لو قالك انها بتهتم بالنية انت قصد ايه مبادئ الاخلاق خلاص تنظم العلاقات الفرد بنفسه علاقته بغيره انما تعليم الدين تنظم علاقتك بغيرك وعلاقتك بخالقك وتدي الجزء في الاخر عقب الانسان فيه الدنيا والاخر ده الجزء الاول اللي هو القانون والايه الاخلاق الوقت هنخش على الدستور ايه عمنا الدستور ده الدستور تلك كتاب بتاع البلد اللي فيه كل قوانين البلد وفيه كل شيء في الراحة كده معاي مجموعة من القواعد الاساسية قواعد اساسية ده بيفكرني بالقانون يا عمنا لا لا القانون مجموعة من القواعد اللي حطها المجلس التشريعي عشان نمشي عليها انما الدستور بيحدد لشكل الدولة قواعد الحكم حقوق الافراد تنظيم السلطات العامة مع بيان اختصاص كل سلطة احنا عندنا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية تاني ايه الدستور مجموعة من القواعد الاساسية واحد تحدد شكل الدولة وقواعد الحكم فيها وتحدد حقوق الافراد وتنظم سلطاتها العامة ثم تبين لنا اختصاص كل سلطة الدستور طب ايه انواع الدستير الله يقال لك من حيث التدوين ومن حيث الايه التعديل من حيث التدوين مدونة وغير مدونة يعني ايه غير مدونة دي مصد عرفية طيب ومن حيث طرق التعديل مرنة وجمدة مرنة قبل للتعديل وجمدة غير قبلة للتعديل لا تاني تاني احنا عرفنا ان الدستور قواعد بتحدد شكل الدولة بتحدد قواعد الحكم بتحدد حقوق الافراد وتنظم السلطة العامة واختصاصاتها عمال ايه انواع الدستير اولا من حيث التدوين في مدونة يعني ايه مدونة يعني قواعد يتم تسجيلها في وثيقة رسمية بتصدر من السلطة المختص مجموعة من القواعد الدستورية يتم تسجيلها في وثيقة رسمية وبتصدر من السلطة المختص زي مين يا جدعان الدستور الامريكي طب الغير مدونة قواعد عرفية يعني المجتمع تعود على انه يعملها وبعد ما تعود على انه يعملها الناس تعودت فبقى قانون ملزم زي الدستور الانجليزي كان عنده مجموعة من الاعراف والقواعد بيعملها فجأة حولت القوانين وبقت مكتوب يبقى ده الفرق من المدونة والغير مدونة يعني المدونة قعدت اللجنة قعدت تعمل للجنة الدستورية قعدت مع بعضها وقعدت تحط شوية قوانين وبعدين سجلتها في وثيقة رسمية وخذ يا شعب نفس ده الدستور الامريكي لكن الغير مدونة لا انا خدت العادات والتقاليد بتاعتي او خدت الاعراف اللي اتعرف عليها الناس هنا وبقت بنعملها على طول على طول لغاية ما بقت قانون طب ايه المرنة والجنة دي المرنة يا سيدي هي لما انا حطيت الدستور قدرت ان انا اعدله طب عدلت بصعوبة ولا بسهولة لا انا عدلت بنفس الطريقة اللي بعدل بيها القوانين العادية جدا اللي هي نزلت في الايه اللي هي القوانين التشريعية بتاعتتي زي ما بعدلها وما بعجبنش قانونه ومادة منه بشيلها واحط نفس الكلام زي الدستور الانجليزي طب فيه قوانين تانية قوانين جامدة يعني بعد ما حطناها عايز تغيرها لازم بقى تقعد تعمل شوية اجراءات وتتعب واتطلع روحك على ما تعقق ايه تغير لانها ايه اجراءات شديدة معقدة حتى لا تسمح لحضرتك كل شوية بالعبس في الدستور يبقى مدونة قعدنا وكتبناه غير مدونة اتعرفنا على كده وتعودنا على كده وبقت قانون مرنة يعني انا غيرت فيها وبغير فيها بسهولة جامدة يعني خدت مشاوير وتعبت وقدمت مئة طلب لغاية ما غيرتها وما بتتغيرش برضو بسهولة كده خلاص طب تعاني شوف تاني اهو انواع الدستاتية اولا مدونة اقرأ حضرتك كده هي القواعد الدستورية التي يتم تسجيلها في وثيقة رسمية صدرت من السلطة المختصة يعني قعدنا وكتبنا القوانين وبعدين طلعناها في وثيقة وهنمشي عليها اما للغير مدونة قواعد عرفية استمر العمل بها حتى اصبعت قوانين ملزمة طب ايه المرنة لا المرنة دي احنا نقدر نعدلها بسهولة جدا يا عمان ونقدر نغير في الإجراءات ونعدلها زي القوانين العادية بالزاب اما الجام ده لا 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 دي بقى يستلزم تعدلها إجراءات أشد تعقيدا زي دستور استراليا الفيدرال صعب تعدل هذا انواع الدستاتيب طيب انا عايزة اعرف ايه اساليب نشأة الدستاتير وتعدل هذا في نوعين من انواع طرق تغيير الدستاتيب اول طريقة الطريقة الديمقراطية تاب وثاني طريق الطريقة الغير ديمقراطية اول طريقة الطريقة الديمقراطية دي بتقول ببساطة ان الشعب يشارك فيه تغيير الدستور والطرق الغير تقليدية او الغير ديمقراطية بتقول لك إن الشعب ملوش علاقة وإحنا اللي هنغير ثاني في عندك إيه طرق ديمقراطية الشعب يشارك طب طرق غير ديمقراطية الشعب لا يشارك طيب طرق الديمقراطية في أسلوب إيه أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية وأسلوب الاستفتاء الدستور يعني إيه يا سيد يعني الشعب بيعمل لجنة يختار ناس لجنة تأسيسية نيابية لإعداد الدستور نيابة عن الشعب ما هو الشعب كله ما ينفعش يطلع ويقعد يشارك في إعداد الدستور العدد كبير الساحات لا تكفي يبقى أنا حنق نواب ينوبون عني هؤلاء النواب تسمى الجمعية التأسيسية النيابية هي تضع الدستور نيابة عن الشعب طب وبعدين ساعة ما نوصل للصيغة النهائية يصبح الدستور نافز يعني لما جيلك في الأسئلة وأقول للحضرتك إن عند اللجنة التأسيسية دي وفقت خلاص على نص الدستور وإن هو خلاص هيعلنه الصيغة النهائية له وبمجرد أن أعلنناها تم تنفيذها على طول أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية خلاص طب إيه هنا يا حضرتك الجمعية برضو عملت الدستور بس المراضي أنا لازم أنزل الدستور للاستفتاء الشعب الشعب وافق يبقى يصبح ناف يعني الأولانية اللي هي أسلوب الجمعية التأسيسية لا يصبح نافز بمجرد أن الجمعية عملته وأعلنت الصيغة النهائية إنما أسلوب الاستفتاء الدستوري معناه إيه؟ إنه الجمعية التأسيسية عملت لكن مجرد ما خلصت الصيغة النهائية ما بقاش نافز طب ما بقاش نافز ليه؟ لأنه لا بد أن يتم الاستفتاء عليه شعبيا وتتم الموافقة عليه ثم بعد ذلك يصبح نافز هذا الطرق الديمقراطية لو لاحظت حضرتك في اللي اتنين الشعب يشارك في الأول هو اختار الجمعية والجمعية بتختار نيابة عنه وبتضع القوانين نيابة عنه وبمجرد أن هي أعلنت الصيغة أن هي بقى نافز في الثانية برضو الجمعية بتاعته أو الجمعية اللي اختارها الشعب هي اللي وضعت الدستور وهو اللي استفت عليه وبالتالي بقى نافز بعد استفتاء الشعب عليه إنما حضرتك الطرق الغير ديمقراطية بقى أسلوب التعقد وأسلوب المنح أسلوب التعقد بيتم إزاي؟ إن الحاكم والمحكوم بيعملوا عقد مع بعض فيه يعترف الحاكم بمشاركة الشعب يعني هننزل الدستور والشعب يوافق عليه وننضي لكن أسلوب المنحة إن الملك نزل الدستور وغصبا عن الشعب ومش حد يوافق ولا يرفض خلصا ده طرق غير ديمقراطية أسلوب التعقد يعني الحاكم هينزل الدستور بس يبيقول إنه هو إيه؟ فيه تعاقد بين الحاكم والمحكوم يعني الشعب هيوافق تمام؟ أما المنحة أنا هنزل الدستور وما لكش تتكلم في الموضوع ده خالص بهمنا يا جماعة يبقى أنواع الدستير من حيث التدوين مدونة وغير مدونة مدونة سجلناها وتفضل غير مدونة كان عرفة قبل كده وبقى قانون مارينة وغير مارينة مارينة أقدر أعدلها غير مانينة أنا ما أقدرش أعدلها بسهولة الدستور أصلا عبارة عن إيه؟ قواعد أساسية تحدد شكل الدولة وقواعد الحكم وحقوق الأفراد وتنظم سلطاتها العامة واختصاصاتها هذه السلطات طب إزاي أنشئ الدستور إما بطرق ديمقراطية أو بطرق غير ديمقراطية الطرق الديمقراطية طريقين أسلوب الجمعية التأسسية النيابية وأسلوب الاستفتاء الدستوري خلاص هعمل جمعية تعمل الدستور بمجرد أعلنه بأنافس هعمل الجمعية تعمل الدستور وبعدين أطرحوا للنقاش العام أو الاستفتاء العام وتوافع عليه بأنافس غير ديمقراطية تعاقد بين الحكم والمحكوم أسلوب المنحة هيفرض عليك الدستور طيب كيف يتم التعديل الدستوري أقول للحضرتك الشعب يستطيع تغيير الدستور متى أراضه وأكد رصه على ضرورة الأخذ بهذا المبدأ هو يبر بعدة مراحل اللي هما إيه حضرتك مرحلة اقتراح التعديل ومرحلة الموافقة على التعديل ومرحلة إعداد التعديل ومرحلة الإقرار النهائي للتعديل عيزاب حاضر رئيس الجمهورية أو خمسة أعضاء مجلس النواب يطالب بتعديد مادة أو اتنين وبعدين يقول السبب هذا مرحلة اقتراح التعديل يقوم يناقش مجلس النواب طلب التعديل في ثلاثين يوم ويصدر قرار بالقبول هذا مرحلة الموافقة على التعديل ثم يناقش البنود في ستين يوم بعد قرار الموافقة ده لو وافق طب ناقشنا يطرح للاستفتاء الشعبي تلاتين يوم خلاص وبمجرد انه يتوافق عليه في الاستفتاء وبعدين يوافق عليه اغلبية الاصوات المشاركة في الاستفتاء يتم تعديله ويبقى فيه اقرار نهائي بالتعديل يبقى معنى ذلك ان الشعب يقدر يغيبك طب يمر بكم مرحلة اقتراح التعديل الموافقة على التعديل اعداد التعديل مرحلة الاقرار النهائي للتعديل طيب انا عايز اخد مثال على الدستير فانا اخد مثلا مثال الدستور المصري سنة 2014 صدر هذا الدستور بموجب استفتاء عام سنة 2014 ويش الباب الاول هذا بقى الدستور وكتبته الباب الاول الدولة بيبدأ من المادة واحد للمادة ست يتضمن ان مصر وطن خالد للمصريين يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطن ويؤكد حق الشعب في صنع مستقبله والشعب هو مصدر السلطات يبقى الباب الاول من المادة واحد لستة بتكلم عن الدولة الباب التاني المقومات الاساسية للمجتمع من المادة سبعة لخمسية الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية تلتزم الدولة بتوفير سبل العدلة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتحقيق ايه؟ تكافؤ الفرص بربع لحضرتك طيب الباب التالب الحقوق والحريات والواجبات العامة وتبدأ من المادة واحد وخمسين لتلاتة وتسعين نحن بس بنعرفك كمثال مثال بس على الدستير على الدستور المصر وبيبقى مكتوب ازاي ومكتوب في ايه؟ طيب الباب التالب بتاع الحريات والحقوق والواجبات العامة من واحد وخمسين لتلاتة وتسعين بيقول ايه؟ حماية الحريات والمساواة بين جميع المواطنين دون اي تمييز المادة او الباب الرابع طبعا دي اختصارات للبباد لمجرد بس ان الحضرات تفهم مثال على الدستور سيادة القانون من اربعة وتسعين لمية يوضح ان القانون هو اساس الحكم في الدولة ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي طيب الباب الخامس من المادة 101 لـ 221 نظام الحكم ويشمل مهام السلطة التشريعية التنفيذية القضائية والعلاقة بينها الباب السادس الاحكام العامة الانتقالية ويشمل الفصل الاول على الاحكام العامة والتاني الاحكام الانتقالية ويوضح الخطوط العريضة للدولة وعاصمتها وشكل العلم وطريقة تعديل الدستور الباب السابع من المادة كذا للمادة كذا يشمل اختصاصات مجلس الشيوخ والامور التي يأخذ رأيه فيها وكذلك طريق التشكيل ده مثال قسيط جدا وسريع جدا على حضرتك مين الدستور يبقى اخذنا القانون والاخلاق والدستير ومقوماتها وازاي نعملها وازاي نعدلها واخذنا مثال الدستور المصري يبقى هنقلب على موضوع تاني المحكمة الدستورية العليا ايه بقى المحكمة الدستورية العليا دي دي جهة قضائية مستقلة بذاتها جهة قضائية مستقلة بذاتها خلاص جهة يعني ايه مستقلة بذاتها انا عايز افهم يعني ايه مستقلة بذاتها يعني مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية موجودة فين؟ في مدينة القاهرة وممكن تُعقد في أي محافظة في الجمهورية خلاص؟ في حالة الضرورة ولها موازنة مستقلة هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية مهمتها مرأبة جميع السلطات يبقى جهة قضائية مستقلة بذاتها مستقلة عن السلطة التشريعية والقضائية الشرطة التشريعية والسلطة التنفيذية مقرها مدينة القاهرة يجوز انعقادها في أي حتة إذا يعني اضطرين لذلك ولها موازنة مستقلة وتراقب جميع السلطات تب تتكون من إيه؟ من رئيس تتكون من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس تب وإيه كمان؟ وتؤلف هيئة المفوضين من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين والمساعدين يبقى رئيس ونواب للرئيس وهيئة المفوضين فيها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء والمستشارين والمساعدين طيب تختار الجمعية العامة تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة وتختار نوابها ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية يبقى الجمعية العامة بتاعتها بتختار رئيس المحكمة من أقدم 3 وكمان تختار نواب ورئيس الجمهورية يصدر ايه القرارات طب ايه اختصاصها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تفسير النصوص التي تسير خلافا في التطبيق الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين يعني محكمتين طلعوا حكمين نهائيين متناقضين هي تفس وفي نزاع جهات قضائية هي تفس وتفسر لنا النصوص اللي فيها خلاف تقول لنا انطبقها ازاي وترائب على دستورية القوانين يعني فيه قانون تنفيذ دستوري ولا لا دستوري يعني اتبع الدستور ولا هوى اهم؟ طيب ايه اهمية الدستور والقانون اقول لك يا سيد تحقيق الامن والنظام في المجتمع تحقيق العدل والمساواة بين الافراد استقرار المجتمع تقدم وارتقاء المجتمع تياني حضرتك تياني حضرتك احنا خدنا في الفصل ده ايه؟ الدستور والقانون خدنا فيه الاخلاق وخدنا القانون وخدنا الدستور وازاي يعمل الدستور ومقومات وكل حاجة وازاي يعدله وفي الاخر خدنا اللي هي المحكمة الدستورية طيب ايه اهمية بقى الدستور والقانون ايه اهمية الفصل ده كل؟ تحقيق الامن والنظام في المجتمع تحقيق العدل والمساواة بين جميع الافراد استقرار المجتمع تقدم وارتقاء المجتمع كده عملنا مراجعة سريعة على الفصل الاول تعالى نشوف الفصل التاني بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الديمقراطية درس سهل جميل تعالى نتفرج عليه برضو بسرعة كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي حضرتك كلمة ديمقراطية كلمة يونانية قديمة تعني حكم الشعب النفسه بنفسه الديمقراطية اول ما نشأت نشأت في اسينة في اليونان وكان اسمها ديموس كراتز يعني حكم الشعب يبقى لغة كلمة يونانية قديمة طب اصطلاحا طريقة في الحكم طريقة في الحكم الشعب يمارس السلطة اما ان المواطنون جميعا يجتمعون في الساحة يعني كان زمان في بلد اليونان يا اهالي البلد بكرة اجتماع المواطنين هنقرر الحرب على سبارطة ولا لا فكان المواطنين كلهم يجتمعوا يبقى الديمقراطية كانت تمارس بحرفيتها في بلاد اليونان القديم ولكن الآن نحن نختار من ينوب عنه في البرلمان يعني الخلاصة ان الديمقراطية معناها حكم الشعب النفسه اما بنفسه واما بايه بمن ينوب عنه بمعنى الديمقراطية طيب اعلاقة الديمقراطية بالمواطنة المواطنة انك مواطن في هذه الدولة تتمتع بجميع الحقوق ولك كل الواجبات وعليك كل الحقوق طيب الديمقراطية هي اللي بتحقق مبدأ المواطنة الكاملة ليه عام لان الديمقراطية تجعل الشعب كله مواطنين دون تمييز سواء في الجنس او في الدين احنا الحمد لله عندنا محافظين من الديانة المسيحية وجميع زملائنا مسلمين ومسيحيين وبالتالي لا تمييز في الدين لا تمييز في الجنس محافظات ومحافظين مدير مدرسة هو مديرة مدرسة يبقى حضرتك ايه مواطنة كاملة لا تمييز في اللوم او الجنس او الدين وانما الكل يتولى المناصب العليا لذا قال ارستو ان المواطن الحق هو مواطن الديمقراطي طب ايه لقت الديمقراطية بالحرية والله تتمثل ان النظام الديمقراطي يقر بايه حرية الرأي وحرية العقيدة والحرية في العمل والحرية في السكن والحرية في الانتقال والحرية في التعليم يعني حضرتك الديمقراطية تقر بجميع الحريات وخلي بالك هناك علاقة وسيقة جدا بين الديمقراطية والحرية فالدولة التي تعطي الحرية في كل شيء هي دولة ديمقراطية والديمقراطية تقر بكل الحريات عكس من النظام الأوتوكراطي او الديكتاتوري والذي لا يسمح بمشاركة الشعب في أي شيء ولا له رأي قصي كمين يا عمنا علاقة الديمقراطية بالحرية يعني ما جيب لك في الامتحان ان الانسان بيقول رأيه بيقول له حرية العقيدة براحته لكم دينكم وليا دين كل واحد بلونه بيشتغل مفيش حاجة اسمها بيد ويسود يبقى دي كلها ايه الديمقراطية والحرية بينما لو حضرتك بتتولى جميع المناصب وللجميع الامكانيات وللجميع الحقوق وللجميع الواجبات انت هنا الديمقراطية والمواطنة طب ايه حضرتك نشوف نشأة وتطور الديمقراطية والله الديمقراطية مرت بمراح بداية من مين من الحضارة المصرية الأديمة يا عم لأن المصريون القدماء أنشأوا أول نظام سياسي مدني في تاريخ الإنساني أول نظام سياسي مدني أيوة أول نظام سياسي مدني قائم على مركزية القرار كدها منين دي من وصايا الحكيم المصري بتاع حتب وشكاوي القروي الفصيح يبقى بدأت الديمقراطية من الحضارة المصرية القديمة لما سمحوا ان القروي الفصيح يقول شكواه ويحلوا هالو ووصايا الحكيم بتاعه طب وبعدين في الحضارة العراقية القديمة حضرت ما بين النهرين أول تجربة ديمقراطية وتسمت ساعتها الديمقراطية البدائية وتعددت مظاهرها لأنه إيه لوين تقريت النصوص السومرية القديمة على الألواح بتاع الطين هتلاقي فيها كلمة حرية صريحة كده يبقى أول تجربة ديمقراطية حينما سمحوا بالحرية طب والحضارة اليونانية آه ده أول نظام ديمقراطي ظهر في بلاد اليونان لما جه المشرع سولون ونص في تشريعاته على إلغاء الرق وعمل أول إصلاحات ديمقراطية في التاريخ في أسينة زي ما قلت لك الديمقراطية نشأت في أسينة واصدارت الديمقراطية على يد مين بركليس اللي أتح لكل المواطنين المشاركة في الأمور السياسية والمساواة وقلت لحضرتك أن الديمقراطية ظهرت في بلاد اليونان بحرفيتها الأولى ببدائيتها أن كل المواطنون كانوا يبتمعون في الساحة أربع مرات في الشهر يتباحثون في أمور الدين والسياسة ويتباحثون في الحروب وهنعمل الأسبوع الجاي وهكذا يبقى نشأة وتطور الديمقراطية مرت بتلت مراحل الحضارة المصرية الأديمة اللي عملت أول نظام سياسي مدني بتاريخ الإنسانية قائم على مركزية القرار اتنين ظهرت في العراق لما ظهرت كلمة حرية رسميا في النصوص السومرية الأديمة كمان ظهرت في بلاد اليونان لما وضع التشريعات على يد صولون المشرع بتاع أسينة واللي أتح لكل المواطنين المشاركة السياسية والمساواة اللي هي الديمقراطية يعني الأسينية الأديمة قدتهم جميع الحقوق عدى الرقيق والأجانب لكن الكل كان سواسي جميع المواطنين طيب ننتقل إلى نشأة وتطور الديمقراطية مفهوما قال لك طب يا سيد أنا عندي نكمل قصدي آسف نكمل نشأة وتطور مفهوم الدماء نقلنا فين في الحضارة المصرية القديمة ثاني حاجة حضارة بلاد العراق الأديمة ثالث حاجة الحضارة اليونانية أربعة الديمقراطية في الحضارة العربية الإسلامية وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر مبدأ الشورى مبدأ التعددية والاختلاف والمساواة والتسامح وحقوق الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخذ قرارا في الدولة الإسلامية إلا بالمشور وشاورهم في الأمر خمسة الديمقراطية في العصر الحديث بدأ الغربيون نظام سياسي جديد يضمن المشركة السياسية للجميع وخاصة فلسفة العبد الاجتماعي جانجا كروسو وجون لوك واللي اعتبروا أن من حق المحكومين أن يسحبوا الثقة من مين من الحاكم إذا خالف شروط العبد الاجتماعي مع إقرار مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائي يبقى حضرتك معايا تاني كي نشأت وتطور مفهوم الديمقراطية أولا في الحضارة المصرية القديمة ثم في الحضارة بلاد العراق في الحضارة المصرية القديمة عملوا أول نظام سياسي مدني في تاريخ الإنسانية قائمة على مركزية القضاء القرار وظهر ده فين في وصايا الحاكم بتاع حد عمل في حضارة العراق ظهرت كلمة حرية في النصوص السمرية عمل في بلاد اليونان سولون حطلنا قوانين وقال غرق وبركليس قال إنه أتح لجميع المواطنين المشاركة في الحياة المدنية عدد رقيق والأجاني جات الحضارة المسئلة الإسلامية وعملت مبدأ الشورى جهي في العصر الحديث قال لك لا استناني بقى أنا هعمل عقد اجتماعي أنا هسحب الثقة من الحاكم إذا خلف شروط العقد الاجتماعي أنا هفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضاء طبعاً اللي ما يعرفش يعني إيه عقد اجتماعي يعني عقد ما بين الحاكم وما بين الشعب يتنازل فيه الشعب عن بعض حقوقه في سبيل إن الحاكم يجيب له الحرية ويجيب له المساواة والعدالة وكل حاجة من مبادئ الحق طيب إيه خصائص الديمقراطية طبعاً خصائص الديمقراطية المساواة بين جميع المواطنين جميع المواطنين أحرار الحكم للأغلبية والسيادة لها تداول السلطة التعاقد المبني على التراضي التراضي بين الشعب والحاكم يبقى المساواة الحرية الحكم للأغلبية تداول السلطة التعاقد المبني على التراضي طيب أهمية الديمقراطية إيه؟ حماية حقوق الإنسان، تحقيق معدلات مرتفعة من الرخاء والتنمية، إتاحة فرص متكافأة للإبداع وممارسة الابتكار، زيادة المشاركات المجتمعية، توفير مناخ يسمح للمواطنين بالتعبير عن أراءهم، ترسيخ قيم التعددية الثقافية، تحقيق الأمن الشخصي والاجتماعي والاقتصادي، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل المجتمع، كلها أهميات، كلها نتمناها، طيب خامساً، هنأخذ مقومات الديمقراطية، طيب إيه مقومات الديمقراطية؟ حقوق الإنسان، يعني إيه حقوق الإنسان؟ يعني هناك علاقة ترضية بين الديمقراطية حقوق الإنسان، يعني كلما زادت الديمقراطية زادت حقوق الإنسان، زاد احترام حقوق الإنسان، طيب إيه كمان؟ التعددية السياسية، يعني إيه؟ يعني تتنوع الاتجاهات، يعني الديمقراطية فيها سراء، يعني عدة أحزاب سياسية، والعدالة الاجتماعية، يعني تحقيق المساواة بين جميع المواطنين بدون تمييز لجنس ولا لون ولا سياسة، أربعة، سيادة القانون، الجميع أمام القانون سواسية، كل يخضع، لأيه؟ للقانون، طيب إيه كمان؟ سيادة الشعب، يشترك الشعب في الحكم، وإدارة الشؤون العامة للدولة، تمام؟ أدى مقومات الديمقراطية، طيب إيه صور الديمقراطية اللي أنا أقدر أختار بها آخر السنة؟ والديمقراطية المباشرة، والديمقراطية الميابية، والديمقراطية شبه المباشرة، يا سيد الديمقراطية المباشرة دي كانت موجودة في بلادي اليونان زمان، اللي هي في آسينة، اللي هي أن الشعب كله يحكم نفسه بنفسه، طاحب السلطة، خلاص، طب هل كان هذا النظام ناجحاً قديماً؟ نعم، كانت الدولة صغيرة، وكان العدد قليل، وبالتالي يستطيع، لأن طبعاً زمان لو أنت بتاخد فلسابة عارف، أن الزمان كانت دولة المدينة، المدينة دولة والدولة مدينة، فكان العدد قليل، والدولة صغيرة، فكان كل المواطنين بيكتمع أربع مرات في الشهر بنفسه، لا يختار نواب عنه، بينما الديمقراطية النيابية غير المباشرة، الدولة كبيرة، لا يمكن أن نجمع المواطنين كلهم في مكان واحد، يبقى الشعب ينتخد ممثلين ينوبون عنه في البرلمان، اللي هي الديمقراطية النيابية أو الغير مباشرة، أو الديمقراطية البرلمانية، حيث يتولى الشعب السلطة، ولكن من خلال نواب ينوبون عنه في البرلمان، هو بينتخبهم ويمثلونه في البرلمان أو مجلس الشعب، ويحكموا بداله، ويعملوا القوانين بداله، لكن فيه حاجة تانية اسمها الديمقراطية شبه الايه؟ شبه المباشرة، صورة بتجمع ما بينه، إليش مباشرة والنيابين، يعني الشعب الحق في مشاركة البرلمان والسلطة ومربطه، لكن طبعاً ده خاص بالدول الأوروبية الصغيرة مثل النمسا وسويسرا، لأنها بعض المقاطعات كده صغيرة، فبتعمل ايه؟ الاتنين مع بعض، في نواب والشعب نفسه بيشارك لأن بلاد صغيرة أو مقاطعات صغيرة، يبقى أنواع الديمقراطية، الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية النيابية، الديمقراطية شبه الايه؟ المباشرة، طبعاً أنا عشان أحقق الديمقراطية، فيه تحديات، طبعاً، الأمية سبب الرئيسي للفقر، والانتشار الجهل، وضعف الوعي، الفقر يؤثر في مسير التحقيق الديمقراطية، فالفرد مش قادر يلب احتياجاته، هيشارك في الديمقراطية، هو ما البخته للنهار في البحث عن مصادر الداخل، التعصب الفكري، أنه واحد مش معتدل فكرياً، هو مصلب رأيه على حاجة معينة، هو رأيه دائماً صواب لا يحتمل الخطأ، فده ضد الديمقراطية، طب إيه كمان؟ ضعف دور المجتمع المدني، إيه المجتمع المدني ده؟ اللي هو مؤسسات العمل التطوع، اللي هي الجمعيات والنقابات اللي مسؤولة عن العمل، هي لا تمشي بين الشعب، هي لا تعرف الناس حقوقها وواجباتها، هي ما بتنشرش الديمقراطية، يبقى أربع حاجات تحديات الديمقراطية، الأمية، الفقر، التعصب، وضعف دور المجتمع المدني، في كده خلصنا حلقة النهاردة، الفصل الأول والتاني، ونقص حاجة واحدة بس، إن حضرتك أشوف حضرتك استفدت ولا لأ، وهل هتجاوب معايا مجموعة الأسئلة الصغيرة دهية، يلا بينا نحل ونشوف، يصبح نص التعديل الدستوري ساري النفاذ، وصالحا للتطبيق في الميدان، وذلك بعد تدخل رئيس الجمهورية لإصدار، نستخلص مما سبق إحدى مراحل التعديل الدستوري، وهي مرحلة، إعداد التعديل، اقتراح التعديل، الإقرار النهائي للتعديل، مناقشة تعديل الدستور، ما تفكر هو نص التعديل ساري النفاذ، وصالح بعد تدخل رئيس الجمهورية عشان يصدره، برافو على حضرتك، الإقرار النهائي للتعديل، خلاص هو النص جاهز، يقول مهات مغندي، الديمقراطية تتطلب علاج المريض قبل التشريح، يلخص القول السابق أهمية الديمقراطية فيه، زيادة المشاركة المجتمعية، ولا ترسيق قيم التعددية، ولا إتاحة فرص الإبداع، ولا حماية حقوق الإنسان، فكر حضرتك، الديمقراطية علاج قبل التشريح، يعني لازم الأول علجك، برافو، حماية حقوق الإنسان الأول، قبل منشر الديمقراطية، قد يعتاد الناس على سلوك معين، بحيث يعتقدون أنه أصبح قاعدة عما ملزمة، يدافع ما سبق عن أحد مصادر القانون، وهي التشريح، ولا قواعد العدالة، ولا العرف، ولا الأخلاء، قد يعتاد الناس، لا 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 لا، أيها العرف، العادة اللي بقت قانون، يقول يوزنياس، ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر، لا يكون للبشر سلطة على القانون، توضح المقولة السابقة أحد خصائص القانون وهو، منظم ملزم مجرد عام، سلطة على البشر، لا البشر عليهم سلطة، يبقى حضرتك، ملزم، برافو، قواعد ملزمة تحمل الأفراد للإنصيع لها جبرا، ومقترنة بالجزاء المادي، تشير العبارة إلى مفهوم، القانون، ولا الديمقراطية، ولا الأحزاب السياسية، ولا الأخلاق، قواعد ملزمة، سمح حضرتك، القانون، طيب، قواعد تطبق على جميع الأشخاص، ولا تطبق على شخص بعينه، ده إيه؟ ملزمة ومقترنة بالجزاء، ولا عامة مجردة، ولا تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، ولا خاصة مادية، قواعد بتطبق على الجميع، وأنا بشرح قلتها، ولا تطبق على شخص بعينه، برافو، سمح حضرتك عامة مجردة، يقول جيبارة، الحق الذي لا يستند إلى قوة تحميه، باطل في شرع السياسة، تشير المقولة إلى أهمية، تعاليم الدين، ولا مبادئ العرف، ولا قواعد القانون، ولا مبادئ الأخلاق، الحق الذي لا يستند إلى قوة تحميه، آه، تعاليم الدين، ولا مبادئ العرف، لا لا أستاذ، قواعد القانون، قوة، الحاكم قد يفرض الدستور دون موافقة الشعب، هذا يدل على أحد أساليب نشأة الدستير وهو، المنحة، ولا الجمعية النيابية، ولا الاستفتاء الدستوري، ولا التعاقد، الشعب فرضوا على الشعب غصباً عنه، الحاكم فرض الدستور على الشعب، أيوة، المنحة، لكن الجمعية والاستفتاء، دول اللي أنا أنا بعملهم، الشعب هو اللي بيعملهم، سلطة الدولة، مقيدة بالقانون ماعت، بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص أو يدان إلا بما يتفق مع عدلة ماعت، حضرتك ده بيدل على الحضارة البابلية القديمة، ولا الإسلامية، ولا الأوروبية في العصر حديث، ولا المصرية القديمة، ماعت يا مستر، يبه، أيوة، الحضارة المصرية القديمة، مجموعة القواعد التي تتنظى العلاقات بين الأفراد، أو بينهم وبين الدولة، مثل القانون المدني أحد فروع القانون قال له ده ده يسألني هو أحد فروع القانون الخاص ولا العام ولا الحكومي ولا الدستوري مجموعة قواعد تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الدولة بس الدولة هنا ليست إيه ليست سيادية برابو الخاص النموذج المثالي للديمقراطية هي أن يكون المواطنون حكاماً ومحكومين في نفس الوقت يطبع الشعب لنفسه بنفسه النيابية ولا التمثيلية ولا المباشرة ولا شبه المباشرة المواطنين كلهم بيحكموا برابو المباشرة لأن النيابية بختارنوا وبيعنوا بنا عني والشبه المباشرة بتجمع الاثنين من الأقوال المأسورة نهيت الحكمة التشور والمدولة يبقى العبارة تشير إلى الديمقراطية في العصر الإسلامي ولا الفرعوني ولا الصيني ولا الغربي الشورى الإسلام الديمقراطية ليست قواعد دستورية وتشريعية بل هي ثقافة وممارسة تلتزم بالقانون وتحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية تشير العبارة إلى العلاقة بين الديمقراطية والحرية المواطنة نظم الحق السياسة ثقافة ممارسة تحترم مبادئ حقوق الإنسان الحرية مصطر ألغت أشريعات سولون نظام العبيد أو الرق التجار المساواة الشورى طبعا بالطبع ألغت نظام العبودية الرق طيب ساعد ظهور الإسلام على اصدهار الديمقراطية من خلال التأكيد على مبدأ الحرية المساواة الشورى المسؤولية الإسلام ساعد على مبدأ الشورى المساواة بين المواطنين والحكم للأغلبية والسيادة لها وتداول السلطة من خصائص الديمقراطية ولا أهمية الديمقراطية ولا عيوب الديمقراطية ولا تحديات تحقيق الديمقراطية ارجع كده بسرعة للأهمية والخصائص والحاجات دي برافو خصائص الديمقراطية المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التي تصف نموزجا للسلوك البشري الذي يفهم عموما ولا يجوز المساس به وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه إنسان تصف العبارة إحدى مقاومات الديمقراطية وهي سيادة القانون تعددية السياسة حقوق الإنسان العدلة الاجتماعية مبادئ أخلاقية أو معايير برافو حقوق الإنسان يتولى الشعب بنفسه شؤون الحكم وهو صاحب السلطة والسيادة يمارسها دون وساطة ده إحدى صور الديمقراطية اللي استواخدنا من شوية مباشرة ولا النيابية ولا غير المباشرة ولا شبه المباشرة الشعب بيحكم نفسه بنفسه عن طريق نفسه لا يختار نواب المباشرة وكان قال إنه هو بياخد وصيط اللي هو النائب في البرلمان كنا قلنا النيابين قام بأول إصلاحات اجتماعية في تاريخ أسينة سلون ولا بيزا سترطاوس ولا بيركليس ولا حامرابي سلون ده المشرع بيزا سترطاوس ضعف وعي الفرد بحقوقه داخل مجتمعه مما يجعل مشاركته الاجتماعية محدودة في أحد معوقات تحديات أو تحقيق الديمقراطية وهي تعصوا بالفكري ضعف دور المجتمع المدني الفقر الأمية قرابه على حضرتك أمية لو لحظت معايا حضرتك الأسئلة ما عادتش بسيطة أوي ولا صعبة أوي لازم مذاكرة لازم حضرتك تعد نفسك قبل ما تخش ياريت نكون نفعناك انتهت الحلقة الأولى انتهينا من الفصل الأول والتاني وإن شاء الله إلى لقاء آخر مع الفصل الثالث والرابع كان مع حضرتكم مستر محمد طي شلبي موجب التربية والتعليم ربنا يوفاكم ربنا معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته